انني اعلن عن تاريخ السادس من حزيران من عام 2021 موعدا لاجراء الانتخابات النيابية المبكرة حتى بعد ان تم تحديد موعد دقيق للانتخابات البرلمانية المقبلة ما تزال الخلافات حول المتفق عليه هي سيمة السنوات السبعة عشرة الماضية في العراق ولكن هذه المرة الخلاف بين الاحزاب السياسية جوهره تقاسم او تقسيم الدوائر الانتخابية في العراق محللون يرون ان الكتر السياسية لا تزال مختلفة فيما بينها بخصوص المادة الخامس عشر من الدستور والتي تخص الدوائر المتعددة والقوائم الفردية في النهاية ستتفق لكن ما هي هذه الدوائر الانتخابية فلما تتضح لغاية الان حيث ان المادة 15 من الدستور لم يحدد هذه الدوائر الانتخابية فباعتقادي البسيط ان الدوائر الانتخابية التي سيتم اعتمادها هي متعددة بسيطة اي لكل محافظة ليس اكثر من 4 الى 5 دوائر وثم تميرا ان محور خلافات الاحزاب يدور حول اعتماد الدوائر المتعددة او الدائرة الواحدة لكل محافظة كتل سياسية مختلفة فيما بينها بخصوص المادة 15 من تعديلات قانون الانتخابات المختص بالدوائر المتعددة لكن البعض من يطالب بتطبيق هذه المادة في الدوائر المتعددة بكل جزئياته وهذا متعذر في الوقت الحاضر بل تحتاج الى اكثر من سنتين والبعض من يقول بالذهاب الى القانون القديم الذي يجعل كل محافظة دار انتخابية واحدة ويبقى الخلاف بين الاحزاب السياسية في العراق حول تقاسم المغانم عن طريق بوابة البرلمان الغاية الابرز كيف سينتهي هذا الخلاف والى اي نتائج سيصل حزيران المقبل وحده من سيكشف الاجابة